تدعو للتوحيد وتنقذ الناس دين يا خي شيخ الضلال شغالين لين ونهار زمان كانوا صوفية وما زالوا وزادوا زيادة كمان وتلموا عليهم شوعين وملقاطين وعلمانين وملحدة بيقوا برضوا شغالين فتلمت عليكم البلاوي كل في البلدين ده دائر مننا كدعاة نشاط الليل والنهار نوم زاتوا ما فيه الليل والنهار وربنا فتح لكم الوسائل زمان الكزان كان مقفلين القنوات بيدوها لديل الدرويش والفكية والدجالين والسهرة والمشعوذين والمخرفين الآن ربنا فتح لكم الهوى كله بيقى اي زول شايل تلفزيونه فيجيبه اي زول اتكلم اعمل لايف اتكلم في التوحيد سجود غير الله الشرك دعاء غير الله كفر وجيب الآيات ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعاء مغافلون الآيات وتكلم في الحلف بغير الله ولبس التمائم والحجبات بلغوا الناس جماعة واوح الشيطان يقول لك لا الكلام ده ما كررته كلام ده ما قلتم بارح تاني تقوله نوع عليه السلام بيقول في الكلام ده تسوعمية وخمسين سنة ما كلا ولا ملا دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا جروا منه واستخشوا ثيابهم ما خلاهم وأصروا واستكبروا استكبارا ما خلاهم ودعاهم جهارا ودعاهم بالسر وبالعلن ده الدين ودي الدعوة وما تبقوا زي دعاة انصار السنة الخلوا الدعوة وباروا السياسة وباروا المنظمات شوه واكفي نصف رجل المرتب من المحسن منظمة ما عارف ليك شو بل السلام في شوه ما لكم واكفي نصف صف عاش لا المرتب جاي من السعودية من دار البر من غيره ده التركوا الدعوة وانشغلوا بالدنيا وأكل العاش انتم ما تبقوا زيهم وربنا قالوا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ده شغل وده قدامكم شرك في البلد دي أبو له لو شافوا يمكن يقول أعوذ بالله منه تاني النوم ليه السكات ليه الرجاد ليه اخواننا هدى اهدى كفر والله ما بعده كفر شرك لا أكبر منه شرك في بلدنا دي الزولة دائرة البلد دي الصلاح اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وأمنيا على ويدعو للتوحيد وينهى عن الشرك واتمنى السياسين جاتوا يسمعوا الكلام دي يا ناس موضو ده ما دائر الاتماعات ولا دائر خصصة ولا ديمقراطية ولا رأس مالية ولا هرص الشغل دا دائر عقيدة ربنا قالوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيلة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يعني وحدوا خلوا الكفر دا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لا الشغل يا ناس أقصوا ما ضيع زمن في غير التوحيد لو لقيت زمن لي رسالة رسالة اكتبه في العقيدة وانهى عن الشرك والسلع لما انتخش القبر والله ما ينفعك إلا التوحيد من رب توحيد أول حاجة بيسألوك من التوحيد لما اندار تموت ملائكة الموت جوت وينزع روحه ما ينفعك إلا التوحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا وبشروا من وراكم أنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن فعل قبل ذلك ما فعل فما ينجيك إلا التوحيد فأنشروا التوحيد يا أخوان أنشروا التوحيد أقل معلوم أنت شايفة في نظرك في التوحيد العالم ده محتاج لها من غفيرة ليه مديرة ليه بروفيسيرة محتاجين إنه تقول لهم الشيخ ده الطاغوت ده ما بيعلم الغيب اللي بيعلم الغيب براه والله محتاجين إنه تقول لهم ما تدعو مع الله أحد أدعو الله براه وتكفر الله ده أخر لك من أي هوس تاني يا أخي أخواننا وحدي المتابعين بيقول الشياسة ذاته وفي صفحاته بتاعت الفيسبوك بيقوا محللين سياسيين وفاشلين كمان والله اليوم ما عارف كده أو هيحصل وحيسا يجتمع المجلس الفلاني صال سلفي والناس بيدعو غير الله ودال وشيوخ الضلال بيقول لهم الكفر بيقول لهم تسجدوا للشيوخ من دون الله الطير الهتود استغرب من الكلام ده فلما استغرب الهتود وأنكر الشركة رفعه الله فحرم الله ورسوله قتل الهتود نهى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن قتل الهتود والنملة والنحلة والصرط نوع من الطيور قال ابن كثير لأنه دعا إلى التوحيد ربنا حرم قتل الهتود ده ما تستعد ليه لأنه قبير قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله طير ربنا رفعه انت قاعد ليه ما در تترفع ما در الله يرفعك ليه تنشغل بموضوع تاني ما في أعظم من انك تنشغل بالتوحيد أبدا ما فيه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ما في أحد أحسن منه أبدا ترجمة نانسي قنقر